السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت مكملين معكم في سلسلة تحويل شقة من الصفر إلى سمارت واليوم عندنا مراجعة لسن أوف ن اس بانيل هاي الشاشة تعمل باللمس ومعها مفتحين سويتش فيزيكال يمكن التحكم فيهم بشكل منفصل عن الشاشة المفاتيح جودتها جيدة جدا الشاشة مظهرها أنيق ولونها ممتاز والكواليتي تبعها ممتاز لكن للأسف لا تخلو من العيوب رح نتعرف على عيوب الشاشة في نهاية الفيديو خلينا نراجع الان اس بانيل بشكل كامل هاي الشاشة في منها اصدارين اصدار للديزاين الأوروبي اللي هو مناسب لدول الخليج والاصدار الأمريكي اللي هو الموجود أمامنا اصدار الأمريكي ممكن تشغيله بالشكل الأفقي والشكل العامودي حسب الرغبة تشغيل الشاشة بحتاج فقط سلك حامي وبارد وعندها مخرجين output كأننا نطلعهم لنوعين من الإضاءة لأي جهازين ممكن نختارهم قدر التحمل الشاشة 2 أمبير للسويتش أو 4 أمبير كتوتل بمعدل 300 واط للسويتش الواحد ويعتبر قليل نوعا ما خلينا نشوف استهلاك الجهاز للطاقة في وضع السليب أو وضع الاستعداد فقط 1 واط وعند استخدام الجهاز الاستهلاك بوصل إلى 1.8 واط تقريبا وعند تشغيل أول سويتش على الـ NS panel الاستهلاك بوصل إلى 2 واط وعند تشغيل السويتش الثاني الاستهلاك بوصل إلى 2.4 واط إجمالا يعتبر جيد جدا في استهلاك الطاقة ركبت الشاشة في غرفة الماستر وقبل ما نبدأ في مراجعتها لاحظوا معي ساعات الحرارة الموجودة الساعة الأولى من شاومي والتانية من تويا نتبهوا على درجة الحرارة لأنه في فرق في درجة الحرارة رح نحكي عنه خلال الفيديو شاشة سن اوف الـ NS panel ركبي عندي من حوالي 5 شهور فكانت فترة كافية لمراجعتها بشكل دقيق عند تركيبها ظهرت معي عيوب الحائط لأنه حجمها أصغر من حجم المفاتيح الموجودة عندي في المنزل فظهرت عيوب تشطيب اللدهان السويتش الأول ربطته على إضاءة غرفة الماستر وشغال بشكل ممتاز من الشاشة أو من التطبيق السويتش الثاني رح نحكي عنه في مرحله قادمة في الفيديو على الواجهة الرئيسية عن الساعة والتاريخ واليوم بالإضافة إلى درجة حرارة الغرفة وحالة الطقس مع درجة الحرارة العظمى والصغرى درجة حرارة الغرفة أقل من درجات حرارة جميع الأجهزة الموجودة عندي في فصل الصيف في فصل الشتاء أعلى من جميع الأجهزة الموجودة عندي عند عمل سلايد من الأعلى رح تظهر عنا ثلاث خيارات الخيار الأول بإمكاننا من خلاله نعدل سطوع الشاشة لبرايتنس الخيار الثاني بإمكاننا نحدد مدة السليب والخيار الثالث عن طريقه بإمكاننا نختار التوقيت 24 ساعة أو 12 ساعة ونغير اتجاه الشاشة إما عمودي أو أفقي إذا عملنا سلايد إلى اليمين رح يكون عنا الثيرموستات اللي رح نرجع لها بعد قليل إذا عملنا كمان مرة سلايد إلى اليمين رح يظهر عنا صفحة مخصصة للوجت على سبيل المثال أنا أضفت حبل LED هذا مجرد ما أضغط عليه كاني أتحكم بدرجات الألوان والسطوع الآن خلينا نضيف جهاز على هذه الوجت رح أضيف جهاز عندي واللي هو Dry Contact Relay مباشرة عند اختياره رح يظهر عنا على الشاشة بشكل مباشر من الملاحظات المهمة أنه أي جهاز بتم إضافته على الوجت رح يظهر بس أول ست أحرف من الاسم ما رح يظهر باقي الاسم فلازم نختار أسماء تكون قصيرة عشان تكون واضحة بالنسبة لنا طبعا يمكن إضافة جهاز أو مشهد سينز على الوجت هذا هو الجهاز اللي أضفته واللي هو رجعته في فيديو البويلر الآن من خلال صفحة الوجت بإمكاني أشغل وطفي هذا الجهاز بكل سهولة وسلاسة طبعا بإمكاني أضيف ثمن أجهزة على هذه الشاشة رح أضيف الجهاز هذا الآن على الثيرمستات رح نروح على واجهة الـ NS Panel من خلال التطبيق ونختار ثيرمستات فأنا رح أختار أن أتحكم بـ Dry Contact Relay ورح نفترض أن نحن مركبينه على البويلر وإمكاني أختار درجة الحرارة اللي رح يتفعل فيها ثيرمستات من درجة إلى خمسة إذا طلعت درجة الحرارة واحد عن درجة المختارة رح يتفي البويلر وإذا نزلت واحد رح يشتغل البويلر وإمكاني أزيد هذه المسافة بالخيارات الموجودة أمامنا من واحد إلى خمسة نفس الشي بالنسبة للتكييف بس بتكون الألية بالعكس رح أخليه الآن على درجة أنا طبعاً بإمكاني أختار وضع التبريد أو وضع التدفئة فأنا اخترت في وضع التدفئة ومتوفر زر على الشاشة بإمكاني من خلاله أني أفعل وأعطل الثيرمستات خلينا نشوف الآن درجة حرارة الغرفة الفعلية عشان نرفع الثيرمستات عنها درجة ونخلي البويلر يشتغل على افتراض أن رفعنا درجة الحرارة لـ 26 والجهاز ما اشتغل والسبب أنه إحنا ما بنعرف درجة الحرارة الفعلية هل هي 25.5 25.2 ما بنعرف درجة الحرارة بعد الفاصلة لأنه سن أوف ما زودتنا بهذا الموضوع لا على التطبيق ولا على الشاشة فرح أضطر أرفع كمان درجة عشان أتفادها هاي المشكلة الآن ثواني بسيطة ورح يشتغل الجهاز الآن رح أنزل درجة الحرارة إلى 24 والجهاز هنا المفروض يضفيه بعد ثواني بسيطة الآن في عنا خيار جميل تاني موجود في الثيرمستات إنه إحنا بإمكان نختار الأوتو مود وإذا ضغطنا عليه رح يطلب بنا الجهاز إنه نروح لتسوي الإعدادات من التطبيق رح نروح على التطبيق مباشرة ونضيف إعدادات خاصة بالأوتو مود في الأوتو مود بإمكاني أختار أوقات تشغيل مختلفة بدرجات حرارة مناسبة لهذه الأوقات مثلا وقت النوم من الساعة 12 إلى الساعة 8 صباحا رح أختار درجة حرارة مثلا وباقي اليوم رح أختار درجة حرارة 25 في هذه الحالة مجرد ما نحط الثيرمستات على الأوتو مود هو رح يتصرف بناء على ساعات اليوم اللي أنا اخترته من خلال الشاشة بإمكاني أبدل بين الأوتو مود والمانوال مود بكل سلاسة وسهولة في وضع الأوتو مود رح تظهر عندي الحرارة المختارة لهذا الوقت على الثيرمستات على الشاشة الآن نجلس ووتش التاني اللي تركنا في بداية الفيديو الآن الأبجورة الموجودة أمامنا ربطتها بشكل غير مباشر عن طريق مساعد أمازون بالسويتش التاني فخلينا نجربها مباشرة وبعدين مش رح الموضوع التشغيل سريع وممتاز رغم أنه الإضاءة من نوع يلايت الموجودة على الأبجورة وإيقاف التشغيل بطيء قليلا لكنه لا يذكر وعشان ناخد فكرة عن الموضوع هذا بشكل أعمق رح أخلي هاي الكابسة نفسها تطفيلي كل إضاءة البيت كامل رغم أنه ولا أي نوع من أنواع الإضاءة الموجود عندي من سن أوف والإن اس بانيل غير متوافقة مع سمارت تينجز أو أي جهاز من الأجهزة الموجودة عندي فرح ندخل على مساعد أمازون مباشرة ونروح على الروتين ومن الرتين رح أختار اللي تريجر رح يكون الان اس بانيل سويتش تو وفي الاكشن رح أختار الكاستم اكشن ورح أطلب من مساعد أمازون تيرن اوف اول لايس بهاي الحالة مهما أضفت إضاءة عندي في المنزل وإيش مكانت نوع الإضاءة المهم أنها تكون متوافقة مع مساعد أمازون ومساعد أمازون رح يطفي الإضاءة اللي موجودة حاليا واللي رح تنضاف مستقبلا تحت مسمى إضاءة لأنه خلص أنا حكيت له تيرن اوف اول لايس وفيه إعداد بسيط رح أعمله من خلال تطبيق الإيوي لينك إني رح أغير إعدادات السويتش الرقم اثنين على الشاشة ورح أفعل عليه وضع الإنشينج عشان يطفي مباشرة بعد خمس ثواني عشان يكون هذا المفتاح كل ما أشغله بطفي مباشرة بكون جاهز للتشغيل مرة أخرى في حال حبيت إني أعمل تيرن اوف اول لايس عن طريق مساعد أمازون مباشرة رح أفعل الإنشينج على السويتش رقم اثنين ورح أختار خمس ثواني ورح أعمل سيف الآن بمجرد الضغط على المفتاح مساعد أمازون رح ينفذ الأمر واللي هو تيرن اوف اول لايس وفي نفس الوقت السويتش الإن اس بانيل رقم اثنين عمل اوف بشكل أوتوماتيكي لأنه فعلنا الإنشينج سيتينج عليه الآن نيجي لعيب درجة الحرارة الموجود على شاشة صنوف واللي اشتكى منها العديد من المستخدمين لكن صنوف حدثت هاي الشاشة في الفترة الأخيرة لتفادي هاي المشكلة واضافت طريقة لمعايرة هاي الساعة من خلال التطبيق ويمكننا نعملها معايرة من داخل التطبيق لو تفرجنا على هذا الخيار من داخل التطبيق رح نلاحظ انه بإمكاننا نضيف أو نطرح من الساعة الموجودة القيمة اللي احنا منشوفها مناسبة أو الفرق اللي احنا شايفينه مناسب لكن المشكلة الاكبر وين انه هاي الشاشة كانت في فصل الشتاء درجة الحرارة عليها اعلى من باقي ساعات الحرارة الموجودة عندي من واحد الى ثلاث درجات وهاي المشكلة كان سببها انه حرارة الشاشة نفسها هي اللي بتأثر عقراءة الحرارة في فصل الشتاء فلو انا عايرت من خلال تطبيق في فصل الصيف زد الدرجة عشان تتوافق مع ساعات الحرارة الموجودة عندي رح يصير عندي في فصل الشتاء من 2 الى 4 درجات فرق المشكلة الثانية صارت معي في السابق وصارت معي اليوم اثناء التصوير وهذا هو اللي صار معي في الاثناء اللي كنت فيها بقلب من شاشة الى شاشة بعمل سلايد بين الشاشات اخدت سنسور الحرارة معي ورفعته بالخطأ يعني انا ما كان قصدي اني المس هذا السنسور واشتغل معي الجهاز اللي انا المفروض اني رابطه على البويلر فهاي مشكلة كبيرة يعني انا بهاي الحالة انا شغلت البويلر ورفعت الثرمستات على اهل حرارة بدون ما انتبه ومرة تانية اثناء التصوير واجهت نفس المشكلة لكن هاي المرة غيرت الوضع من اوتو الى مانوال بدون ما انتبه اذا ما لاحظتوها عيدوا الفيديو مرة تانية عيدوا هاي اللقطة عشان شفوها كيف تغيرت معي بدون ما انتبه تغيرت معي وضع ثيروستات من مانوال الى اوتو بدون ما انتبه وaleتفاديها المفروض اني فقط اقلب الشاشة او احرك الشاشات او اقلب بين الشاشات من اعلى الشاشة او من اسفل الشاشة عشان ان اتفادر هذه المشكلة واخر مشكلة اللقطة بتحكي عن حالها لاحظوا معي كيفية تأخير او بطء او عدم تجاوب في الثيرموستات عند الضغط على الزائد او الناقص بسرعة اجمالا تعتبر في مشكلة في منطقة الثيرموستات وهي اهم منطقة في هاي الشاشة بالمقابل تويا عم تصدر شاشة جديدة طلبتها عشان ارجحها على القناة طلبتها منزمي سمارت مباشرة الشاشة يبدو انها شاشة جميلة ومميزات قوية جدا هب بلت ان تدعم البلوتوث تدعم الزيك بي شاشة كاملة متكاملة رح ارجحها مع بعض رح اترك لكم رابطها تتفرجوا عليها في صندوق الوصف ان شاء الله تكون عجبتكم المراجعة رغم انه انا الجهاز ما عجبني بس ان شاء الله تكون عجبتكم المراجعة لايك وسبسكرايب السلام عليكم